بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس الوجه الاول يبدأ حالا تابع لكتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم الباب الحادي والثلاثون بعد المئة في اعتدال الصلاة وإتمامها ثلاثمائة ثمانية وعشرين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء اخرجه البخاري سبعمائة واثنين وتسعين ثلاثمائة وتسع وعشرين عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي أخرجه البخاري ثمانمائة وعشرين الباب الثاني والثلاثون بعد المئة أفضل الصلاة طول القنوت ثلاثمائة وثلاثين عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت الباب الثالث والثلاثون بعد المئة الأمر بالسكون في الصلاة ثلاثمائة وحد وثلاثين عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أثناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لأراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف الباب الرابع والثلاثون بعد المئة الإشارة برد السلام في الصلاة ثلاثمائة وثلاثين عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق أخرجه البخاري ألف ميتين وسبطعش الباب الخامس والثلاثون بعد المئة نسخ الكلام في الصلاة ثلاثمائة ثلاثة ثلاثين عن معاوية بن الحكم السلامي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وَا ثُكْلَ أُمِّيَاه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 334 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أخرجه البخاري 1200 الباب السادس والثلاثون بعد المئة التسبيح للحاجة في الصلاة 335 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي رواية في الصلاة أخرجه البخاري 1203 الباب السابع والثلاثون بعد المئة النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 336 أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم الباب الثامن والثلاثون بعد المئة التغليض في المرور بين يدي المصلي 337 عن بسك بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة أخرجه البخاري 510 الباب التاسع والثلاثون بعد المئة منع المار بين يدي المصلي 338 عن أبي صالح السمان قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولبن أخي جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه البخاري خمسمية وتسعة الباب الأربعون بعد المئة ما يستر المصلي ثلاثمية وتسعة وثلاثين عن طلحة ابن أبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكونوا بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه الباب الحادي والأربعون بعد المئة الصلاة إلى الحربة ثلاثمية وأربعين عن ابن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الإيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمر أخرجه البخاري أربعمية وأربع وتسعين الباب الثاني والأربعون بعد المئة الصلاة إلى الراحلة ثلاثمية وواحد واربعين عن ابن أمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها أخرجه البخاري خمسمية وسبعة الباب الثالث والأربعون بعد المئة المرور بين يدي المصلي من وراء الستر ثلاثمية واثنين واربعين عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يدي صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصل إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة أخرجه البخاري ثلاثمية وستة وسبعين الباب الرابع والأربعون بعد المئة النهي عن الاختصار في الصلاة ثلاثمية وثلاث واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا أخرجه البخاري ألفميتين وعشرين الباب الخامس والأربعون بعد المئة النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة ثلاثمية واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض أخرجه البخاري أربعمية ثمانية وأربعمية وتسعة الباب السادس والأربعون بعد المئة في التفاؤب في الصلاة وكظمه ثلاثمية وخمس واربعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل وفي رواية فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل الباب السابع والأربعون بعد المئة حمل الصبيان في الصلاة ثلاثمية وستة واربعين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها أخرجه البخاري خمسمية وستعش الباب الثامن والأربعون بعد المئة مسح الحصى في الصلاة ثلاثمية وسبا واربعين عن معيقي بن رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فائلا فواحدة أخرجه البخاري ألف ميتين وسبعة الباب التاسع والأربعون بعد المئة دلك النخاعة بالنعل ثلاثمية وثمانية واربعين عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخعا فدلكها بنعله الباب الخمسون بعد المئة عقص الرأس في الصلاة ثلاثمية وتسعة واربعين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى بن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف الباب الحادي والخمسون بعد المئة الصلاة بحضرة الطعام ثلاثمية وخمسين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم أخرجه البقاري ستمية واثنين وسبعين الباب الثاني والخمسون بعد المئة السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه ثلاثمية وحد وخمسين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشكى وليبن على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ثلاثمية واثنين وخمسين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وأمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلما وخرجا سرعان الناس قصرة الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن إمران بن حسين أنه قال وسلم أخرجه البخاري 482 الباب الثالث والخمسون بعد المئة في سجود القرآن 353 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته أخرجه البخاري 1075 354 عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه أخرجه البخاري 766 الباب الرابع والخمسون بعد المئة القنوت في صلاة الصبح 355 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم كسيني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سورة العمران الآية 128 أخرجه البخاري 803 الباب الخامس والخمسون بعد المئة القنوت في الظهر وغيرها 356 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والإشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكرفار الباب السادس والخمسون بعد المئة القنوت في المغرب 357 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقنط في الصبح والمغرب الباب السابع والخمسون بعد المئة في ركعتين الفجر 358 عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أخرجه البخاري 618 الباب الثامن والخمسون بعد المئة فضل ركعتين الفجر 359 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الباب التاسع والخمسون بعد المئة القراءة في ركعتين الفجر 360 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الباب الستون بعد المئة الاطجاع بعد ركعتين الفجر 361 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع أخرجه البخاري 1168 الباب الحادي والستون بعد المئة الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 362 عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمر رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغدات حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم الباب الثاني والستون بعد المئة في صلاة الضحى 363 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أخرجه البخاري 1228 الباب الثالث والستون بعد المئة صلاة الضحى ركعتان 364 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الباب الرابع والستون بعد المئة صلاة الضحى أربع ركعات 365 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله الباب الخامس والستون بعد المئة صلاة الضحى ثماني ركعات 366 عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك غير أن أم هانئن بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد الباب السادس والستون بعد المئة الوصية بصلاة الضحى 367 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أخرجه البخاري 1178 الباب السابع والستون بعد المئة صلاة الأوابين 368 عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الباب الثامن والستون بعد المئة من سجد لله فله الجنة 369 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدا اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار الباب التاسع والستون بعد المئة فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة 370 عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال أمر يعني ابن أوس ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك وفي رواية في يوم وليلة انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب السبعون بعد المئة بين كل أذانين صلاة 371 عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء أخرجه البخاري 627 الباب الحادي والسبعون بعد المئة التنفل قبل الصلاة وبعدها 372 عن ابن أمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أخرجه البخاري 1172 الباب الثاني والسبعون بعد المئة في التنفل بالليل والنهار عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغربة ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيت فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قائد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين أخرجه البخاري الفمية واثنين وثمانين الباب الثالث والسبعون بعد المئة صلاة النافلة في المسجد 374 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير أخرجه البخاري سبعمية واحد ثلاثين الباب الرابع والسبعون بعد المئة صلاة النافلة في البيوت ثلاثمئة خمسة وسبعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جائل في بيته من صلاته خيرا الباب الخامس والسبعون بعد المئة ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد ثلاثمئة ستة وسبعين عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد أخرجه البخاري الفمئة وخمسين الباب السادس والسبعون بعد المئة أحب العمل إلى الله أدومه ثلاثمئة سبع وسبعين عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستطيع أخرجه البخاري ستلاف أربعمئة ستة وستين الباب السابع والسبعون بعد المئة خذوا من العمل ما تطيقون ثلاثمئة ثمانية وسبعين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسيد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعم أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأم أخرجه البخاري ثلاثة وأربعين الباب الثامن والسبعون بعد المئة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه ثلاثمئة وتسعة وسبعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوئين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم اتجع فنام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم وكان إذا نام نفخا فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين أخرجه البخاري ستة لاف ثلاثمائة وستة عش ثلاثمائة وثمانين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين الباب التاسع والسبعون بعد المئة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ثلاثمائة وثمانين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت أنت إله لا إله إلا أنت أخرجه البخاري 7499 الباب الثمانون بعد المئة كيف صلاة الليل وعدد ركوعها 382 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها الباب الحادي والثمانون بعد المئة صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 383 عن ابن أمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجه البخاري تسعمية وتسعين الباب الثاني والثمانون بعد المئة صلاة الليل قائما وقائدا 384 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع أخرجه البخاري 1118 الباب الثالث والثمانون بعد المئة كراهية أن ينام الرجل الليل كله لا يصلي فيه 385 عن عبد الله بن مسؤود رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه أخرجه البخاري 1144 الباب الرابع والثمانون بعد المئة إذا نعس في الصلاة فليرقد 386 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إلى صلى وهو نائس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه أخرجه البخاري 212 الباب الخامس والثمانون بعد المئة ما يحل عقد الشيطان 387 عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل إن حلت عقده وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيبا نفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان أخرجه البخاري 1242 الباب السادس والثمانون بعد المئة في الليل ساعة يستجاب فيها 388 عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة الباب السابع والثمانون بعد المئة الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 389 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر الباب الثامن والثمانون بعد المئة جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 390 عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله عز وجل فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أراد ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة رضي الله عنها فأتها فسلها ثم اتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيها قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذننا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا وقال قتاده وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدى لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيفة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمئنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيئه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها الباب التاسع والثمانون بعد المئة في صلاة الوتر ثلاثمائة واحد وتسعين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وثره إلى السحر أخرجه البخاري تسعمية وستة وتسعين الباب التسعون بعد المئة في الوتر وركعتين الفجر ثلاثمائة اثنين وتسعين عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغدات أأطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة قال قلت إني لست عن هذا أسألك قال إنك لضخم ألا تدأني أستقرئ لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغدات كأن الأذان بأذنيه أخرجه البخاري تسعمية وتسعين الباب الحادي والتسعون بعد المئة من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثلاثمائة ثلاثة وتسعين عن جابر رضي الله عنه قال قهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل الباب الثاني والتسعون بعد المئة أوتروا قبل أن تصبحوا ثلاثمائة أربعة وتسعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا الباب الثالث والتسعون بعد المئة فضل قراءة القرآن في الصلاة ثلاثمائة وخمسة وتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان الباب الرابع والتسعون بعد المئة في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة ثلاثمائة وستة وتسعين عن أبي وائل رضي الله عنه قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغدات فسلمنا بالباب فأذن لنا فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله رب العالمين الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هذى كهذ الشعر أما لقد سمعنا القراء وإني لأحفظ القراء التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة من المفصل وسورتين من آل حاميم أخرجه البخاري خمستالاف وثلاثة وأربعين الباب الخامس والتسعون بعد المئة ما جاء في صلاة رمضان ثلاثمئة سبعة وتسعين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وفي رواية وذلك في رمضان أخرجه البخاري 924 الباب السادس والتسعون بعد المئة في قيام رمضان والترغيب فيه 398 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة أمر رضي الله عنهما على ذلك أخرجه البخاري 2010 انتهى الشريط السادس من فضلك انتقل إلى الشريط السابع بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع الوجه الأول يبدأ حالا أبواب الجمعة الباب الأول هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 399 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى أخرجه البخاري 876 الباب الثاني فضل يوم الجمعة 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة الباب الثالث في الساعة التي في يوم الجمعة 401 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها أخرجه البخاري 935 402 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة الباب الرابع ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 403 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين الباب الخامس في غسل الجمعة 404 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر رضي الله عنهما فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال أمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل أخرجه البخاري ثمانمية وثمانية وسبعين الباب السادس الطيب والسواك يوم الجمعة أربعمية وخمسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه أخرجه البخاري ثمانمية وثمانين الباب السابع فضل التهجير يوم الجمعة أربعمية وستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحفة وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة أخرجه البخاري تسعمية وعشرين الباب الثامن صلاة الجمعة حين تزول الشمس أربعمية وسبعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة أخرجه البخاري أربعة آلاف مئة وثمانية وستين الباب التاسع في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة أربعمية وثمانية عن أبي حازم أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنهم قد تماروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أخرجه البخاري تسعمية وسبعة عشر الباب العاشر ما يقال في الخطبة أربعمية وتسعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءه وكان يرقي من هذه الريح فسمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاؤس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال أردوها فإن هؤلاء قوم مضيماد الباب الباب الحادي عشر رفع الصوت بالخطبة وما يقول فيها أربعمية وعشرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي الباب الثاني عشر الإيجاز في الخطبة 411 عن أبي وائل رضي الله عنه قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقضان لقد أبلغت وأوجست فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا الباب الثالث عشر ما لا يجوز حذفه من الخطبة 412 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوى الباب الرابع عشر قراءة القرآن على المنبر في الخطبة 413 عن أم هشام بن تحارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس الباب الخامس عشر الإشارة بالإصبع في الخطبة 414 عن حسين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة الباب السادس عشر في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائما 415 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائما الآية أخرجه البخاري 936 الباب السابع عشر ما يقرأ في صلاة الجمعة 416 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين الباب الثامن عشر التعليم للعلم في الخطبة 417 عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها الباب التاسع عشر في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة 418 عن جابر بن سمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة الباب العشرون تخفيف الصلاة والخطبة 419 عن جابر بن سمر رضي الله عنهما قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا الباب الحادي والعشرون اذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة يركع 420 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر فقعد سليكن قبل ان يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما اخرجه البخاري 930 الباب الثاني والعشرون في الانصاط للخطبة 421 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت الباب الثالث والعشرون فضل من استمع وانصت في الجمعة 422 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام الباب الرابع والعشرون الصلاة بعد الجمعة في المسجد 423 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعها وفي رواية قال سهيل فان عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين اذا رجعت الباب الخامس والعشرون الصلاة بعد الجمعة في البيت 424 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا صلى الجمعة انصرفا فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك الباب السادس والعشرون لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم او يخرج 425 عن عمر بن عطاء ان نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنهم في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك ان لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج الباب السابع والعشرون التغليض في ترك الجمعة 426 عن الحكم ابن ميناء ان عبدالله ابن امر وابا هريرة رضي الله عنهم حدثاه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد من بره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله عز وجل على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين العيدان الباب الاول ترك الاذان والاقامة في العيدين 427 عن جابر ابن سمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة الباب الثاني صلاة لأيدين قبل الخطبة 428 عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وامر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا فتلى هذه الاية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ منها قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما فدا لكن ابي وامي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال اخرجه البخاري تسعمية وتسعة وسبعين الباب الثاني ما يقرأ في صلاة العيدين اربعمية وتسعة وعشرين عن عبيد الله بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر الباب الثالث ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى اربعمية وثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها اخرجه البخاري ثمانية وتسعين الباب الرابع في خروج النساء الى العيدين اربعمية وحد ثلاثين عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها اخرجه البخاري ثلاثمية واربع وعشرين الباب الخامس ما يقول الجوار في العيد اربعمية واثنين وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاليتان تغنيان بغناء بعاث فاتجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم ايد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني ارفده حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي اخرجه البخاري تسعمية وتسعة واربعين صلاة المسافر الباب الاول قصر صلاة المسافر في الامن 433 عن يعل ابن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا سورة النساء الآية 101 فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 434 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الباب الثاني ما تقصر فيه الصلاة من السفر 435 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة وصليت معه العصر في للحليفة ركعتين الباب الثالث قصر الصلاة في الحج 436 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم اقام بمكة قال عشرا وفي رواية خرجنا من المدينة الى الحج الباب الرابع قصر الصلاة بميناء 437 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بميناء صلاة المسافر وابو بكر وامر وعثمان رضي الله عنهم ثمانية سنين او قال ست سنين قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر يصلي بميناء ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت اي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة الباب الخامس الجمع بين الصلاتين في السفر 438 عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السير يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق الباب السادس الجمع بين الصلاتين في الحضر 439 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب السابع الصلاة في الرحال في المطر 440 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم الباب الثامن ترك التنقل في السفر 441 عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتيني حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتيني حتى قبضه الله وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل ثم صحبت عثمانا فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب الآية 21 الباب التاسع التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر 442 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أخرجه البخاري ألف الباب العاشر إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين 443 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فأقطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغدات فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت أخرجه البخاري 2097 الباب الحادي عشر ما جاء في صلاة الخوف 444 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لقتطعناهم فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الحولاد فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابير أن قال كما يصلي أمراءكم هؤلاء الباب الثاني عشر صلاة الكسوف 445 عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت أخرجه البخاري 1044 446 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء 447 عن عبد الله بن زيدن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه وفي رواية فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين أخرجه البخاري 1012 الباب الرابع عشر بركة المطر 448 عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه الباب الخامس عشر في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 449 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا سورة الأحقاف الآية 24 أخرجه البخاري 3206 الباب السادس عشر في ريح الصبى والدبور 450 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبى وأهلك تعاد بالدبور أخرجه البخاري 1035 كتاب الجنائس الباب الأول في عيادة المرضى 451 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه الباب الثاني ما يقال عند المريض والميت 452 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم الباب الثالث تلقين الموتى لا إله إلا الله 453 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الباب الرابع من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 454 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه وفي رواية عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأتيت حائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر وقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أخرجه البخاري 6507 الباب الخامس في حسن الظن بالله تعالى عند الموت 455 عن جابر رضي الله عنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن الباب السادس إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 456 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه الباب السابع في تسجية الميت 457 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة أخرجه البخاري 5814 الباب الثامن في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين 458 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسكة قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا الباب التاسع في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة 459 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين قالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة أخرجه البخاري 1283 الباب العاشر ثواب من يموت له الولد فيحتسبه 460 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنان وبإسناد آخر عنه مرفوعا لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم أخرجه البخاري 1429 وألف ميتين وواحد وخمسين الباب الحادي عشر ما يقال عند المصيبة 461 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الثاني عشر البكاء على الميت 462 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن أوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد مضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم أخرجه البخاري ألف ثلاثمئة وأربعة الباب الثالث عشر التشديد في النياحة أربعمئة ثلاثة وستين عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب الباب الرابع عشر ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أربعمئة أربع وستين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية وفي لفظ وشق ودعا بغير ألف أخرجه البخاري ألف ميتين وسبعة وتسعين الباب الخامس الميت يعذب ببكاء الحي أربعمئة وخمسة وستين عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها أخرجه البخاري ألف ميتين وتسع وثمانين الباب السادس عشر ما جاء في مستريح ومستراح منه 466 عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أخرجه البخاري 6512 الباب السابع عشر في غسل الميت 467 عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه أخرجه البخاري 1253 الباب الثامن عشر في كفن الميت 468 عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة أما الحلة فإنما شبها على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها فباءها وتصدق بثمنها أخرجه البخاري 1264 الباب التاسع عشر في تحسين كفن الميت 469 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه الباب العشرون الإسراء بالجنازة 470 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضاؤونه عن رقابكم أخرجه البخاري 1315 الباب الحادي والعشرون نهي النساء عن اتباع الجنائز 471 عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا أخرجه البخاري 1278 الباب الثاني والعشرون القيام للجنازة 472 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها أخرجه البخاري 1311 الباب الثالث والعشرون نسخ القيام للجنازة 473 عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة الباب الرابع والعشرون أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 474 عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها أخرجه البخاري 1332 الباب الخامس والعشرون في التكبير على الجنازة 475 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات أخرجه البخاري 1333 الباب السادس والعشرون في التكبير خمسا 476 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها الباب السابع والعشرون الدعاء للميت 477 عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت انتهى الشريط السابع من فضلك انتقل إلى الشريط الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الجنائز من مختصر صحيحي مسلم الباب الثامن والعشرون الصلاة على الميت في المسجد 478 عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا إلم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد الباب التاسع والعشرون الصلاة على القبر 479 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبرها قبره فدلوه فصل عليها ثم قال إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم رضي الله عنهم أخرجه البخاري 1337 الباب الثلاثون في من قتل نفسه 480 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه الرابع ما يقرأ في صلاة الفلسة الباب الحادي والثلاثون فطل الصلاة على الجنازة واتباعها 481 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أخرجه البخاري 1325 الباب الثاني والثلاثون من صلى عليه مئة شفعوا فيه 482 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه الباب الثالث والثلاثون من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 483 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه الباب الرابع والثلاثون في من يثنى عليه بخير أو شر من الموت أربعمائة وأربع وثمانين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال أمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أخرجه البخاري 1367 الباب الخامس والثلاثون ركوب المصل على الجنازة إذا انصرف 485 عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح الباب السادس والثلاثون جعل القطيفة في القبر 486 عن ابن عباس رضي الله عنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قطيفة حمراء الباب السابع والثلاثون في اللحظ ونصب اللبين على الميت 487 عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الثامن والثلاثون الأمر بتسوية القبور 488 عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعت امثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته الباب التاسع والثلاثون كراهية البناء والتجسيص على القبور 489 عن جابير رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه الباب الأربعون إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة والنار 490 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة أخرجه البخاري 1379 الباب الحادي والأربعون سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره 491 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم زاد في رواية إذا انصرف قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتاد وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضيرا إلى يوم يبعثون أخرجه البخاري 1338 الباب الثاني والأربعون في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنه في القبر 492 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فقال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول أربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة إبراهيم الآية 27 أخرجه البخاري 1369 الباب الثالث والأربعون في عذاب القبر والتعوذ منه 493 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حاق لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال الباب الرابع والاربعون تعذيب يهود في قبورها 494 عن ابي ايوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها اخرجه البخاري 1375 الباب الخامس والاربعون في زيارة القبور والاستغفار لهم 495 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت 496 عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاح فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي في الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا الباب السادس والاربعون التسليم على اهل القبور والترحم عليهم والدعاء لهم 497 عن محمد بن قيس انه قال يوما الا اخبركم عني وعن امي قال فظننا انه يريد امه التي ولدته قال قالت عائشة الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها اندي انقلب فوضع رداءه وخلعن عليه فوضعه ما اند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم اجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت ازاري ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحضر فاحضرت فسبقته فدخلت فليس الا ان اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حش يا رابية قالت قلت لا بي شيء قال لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي فاخبرته قال فانت السواد الذي رأيته امامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة اوجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فان جبريل عليه السلام اتاني حين رأيتي فناداني فاخفاه منك فاجبته فاخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت ان قد رقدتي فكرهت ان اوقضك وخشيت ان تستوحشي فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف اقول لهم يا رسول الله قال السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون الباب السابع والاربعون الجلوس على القبور والصلاة عليها 498 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر 499 عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصل اليها الباب الثامن والاربعون في الرجل الصالح يثنى عليه 500 عن ابي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن قال سهيل كتاب الزكاة الباب الاول وجوب الزكاة 501 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله ادى الله واني رسول الله فانهم اطاؤوك لذلك فاعلمهم ان الله قد ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تأخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب اخرجه البخاري 1496 الباب الثاني ما فيه الزكاة من الاموال العين والحرث والماشية فقال لا تعد لما فعلت 502 عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة اوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس اواقي صدقة اخرجه البخاري 1405 الباب الثالث ما فيه العشر او نصف العشر 503 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر الباب الرابع لا زكاة على مسلم في عبده ولا في فرسه 504 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة اخرجه البخاري 1463 الباب الخامس في تقديم الصدقة وبنعها 505 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس ادرعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه اخرجه البخاري 1468 الباب السادس فيمن لا يؤدي الزكاة 506 عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال الاخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم اتقار ان كنت فقلت يا رسول الله فداك ابي وامي من هم قال هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باضلافها كلما نفدت اخراها اعادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس اخرجه البخاري 1460 6638 4507 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه باضلافها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على اهل الاسلام فهي له وزر واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب الله له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد اروافها وابوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين فقال عجبت مما عجبت منه الا كتب الله له عدد اثارها واروافها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سورة الزلزلة الايتان سبعة وثمانية اخرجه البخاري الف اربعمائة اثنين و الف اربعمائة ثلاثة الظهر بالمدينة اربعة الباب السابع في الكانزين والتغليض عليهم خمسمية ثمانية عن الاحنف ابن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر رضي الله عنه وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قالوا هذا ابو ذر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت الا شيء سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء قال خذه فان فيه اليوم معونة فاذا كان ثمنا لدينك فدعه انتهى الوجه الاول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب الثامن الامر بارضاء المصدقين خمسمية وتسعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عني راض الباب التاسع الدعاء لمن اتى بصدقته خمسمية وعشرة عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم فأتاه ابي ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صلي على اهل ابي اوفى اخرجه البخاري الف اربعمية وسبعة وتسعين الباب العاشر اعطاء من يخاف على ايمانه خمسمية وحداش عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم ثم قال اني لأعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله عز وجل في النار اخرجه البخاري الف واربعمية وثمانية وسبعين الباب التاسع التنفع الباب الحادي عشر اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبروا من قوي ايمانه خمسمية واثناش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ الندائين لم يخلط بينهما شيئا قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار فقالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الانصار شيئا فقالت الانصار اذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الانصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه الى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال لو سلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لاخذت شعب الانصار قال هشام يعنى ابن زي بن انس بن مالك فقلت يا ابا حمزة انت شاهد ذاك قال واين اغيب عنه اخرجه البخاري ثلاثة الافمئة سبعة واربعين فلما قام خمسمية وثلاثة عشر عن رافع بن فديج رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفوان ابن اميه وعيينة ابن حسن والاقرع ابن حابس كل انسان منهم مئة من الابن واعطى عباس ابن مرداس دون ذلك فقال عباس ابن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والاقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة خمسمية اربطاش عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في اديم مقروض لم تحصل من فرابها قال فقسمها بين اربعة نفر بين ايينة ابن بدر والاقرع ابن حابس وزيد الخير والرابع اما علقمة ابن علاثة واما عامر ابن الطفيل فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن أتق الله قال ثم ول الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال صلى رسول الله قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أخرجه البخاري أربعةلاف ثلاثمية وحد وخمسين الباب الثاني عشر لا تحب الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته خمسمية وخمسة عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة أخرجه البخاري ألف واربعمية واتسعين الباب الثالث عشر كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة خمسمية وستعشر عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفائل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي أرسلوهما فانطلقا واطجع علي رضي الله عنه قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيبا كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدعوا لي محمية وكان على الخمص ونوفل بن الحارث بن عبد المطرب قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه لي الباب الرابع عشر إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم خمسمية وصبتعش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية أخرجه البخاري ألف أربعمية وخمس وتسعين محمد خمسمية وثمنتاش عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات من الصدقة فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشات التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها أخرجه البخاري ألف أربعمية واربع وتسعين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الخامس أشر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة خمسمية وتسعط عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها أخرجه البخاري ألفين وخمسمية وستة وسبعين أحب الله لقاءه الباب السادس عشر في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير خمسمية وعشرين عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أخرجه البخاري ألف خمسمية وثلاثة سمحت أباه ريرة يدوه الباب السابع عشر زكاة الفطر من الطعام والأقيط والزبيب خمسمية وعشرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم فيه الناس أن قال إني أرى أنا أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت أخرجه البخاري 1508 الباب الثامن عشر الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 522 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أخرجه البخاري 1509 قالت الباب التاسع عشر الترغيب في الصدقة 523 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين عليه 524 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهم جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبا لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل ودين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين أخرجه البخاري 304 الباب العشرون في الحث على النفقة 525 عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملآ وقال ابن نمير ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار أخرجه البخاري 4684 الباب الحادي والعشرون الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 526 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها أخرجه البخاري 1411 فأخذها مثل المنز 527 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرفك تقيء الأرض أفلاذ كبيرها أمثال القسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطئ فيقول في هذا قطأت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا الباب الثاني والعشرون الصدقة على الزوج والولد 528 عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتهي فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل اهتهي أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ستالاف أربعمائم ستة وستة الباب الثالث والعشرون الصدقة في الأقربين خمسمائة وتسع وعشرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة العمران الآية 92 قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموال إليه بيرحا وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل فضعها يا رسول الله حيث شئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه أخرجه البخاري 1461 الباب الرابع والعشرون الصدقة على الأخوال 530 عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجريك أخرجه البخاري 2592 الباب الخامس والعشرون صيلة الأم المشركة 531 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصيبها قال نعم أخرجه البخاري 2620 الباب السادس والعشرون الصدقة عن الأم الميتة عن أبي قتادة 532 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها فقال نعم أخرجه البخاري 1388 الباب السابع والعشرون الحث على الصدقة على دوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة 533 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاء قوم حفات عرات مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر ثمانطعش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أن يقبر الرجل بالليل الباب الثامن والعشرون الصدقة في المساكين وابن السبيل خمسمية وأربع وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبدالله ما اسمك قال فلان للإسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبدالله لم تسألني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لإسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل الباب التاسع والعشرون اتقوا النار ولو بشق تمره خمسمائة خمسة وثلاثين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة أخرجه البخاري ألف أربعمائة وثلاث عشر الباب الثلاثون الترغيب في صدقة المنيحة خمسمائة وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم أخرجه البخاري الفين ستمائة وثلاثين الباب الحادي والثلاثون فضل إخفاء الصدقة خمسمائة وثلاثين أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العدل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أخرجه البخاري ستمائة وستين أربعمائة وسبعين الباب الثاني والثلاثون فضل صدقة الصحيح الشحيح فمس مئة ثمانية وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم فقال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء وأبدله دارا خيرا من داره ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان أخرجه البخاري ألف أربعمائة وتسطع عشر انتهى الشريط الثامن من فضلك انتقل إلى الشريط التاسع بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الزكاة من مختصر صحيح مسلم الباب الثالث والثلاثون قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها خمسمية وتسعة وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم أخرجه البخاري ألف أربعمائة وعشرة خمسمية وأربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم سورة المؤمنون الآية 51 وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم سورة البقرة الآية 72 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الباب الرابع والثلاثون ترك احتقار قليل الصدقة خمسمية وحد واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات أخرجه البخاري الفين وخمسمية وست وستين الباب الخامس والثلاثون في قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين خمسمية واثنين واربعين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سورة التوبة الآية 79 أخرجه البخاري 1415 الباب السادس والثلاثون من جمع الصدقة وأعمال البر خمسمية وثلاثة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم أخرجه البخاري 1897 543 مكرر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازا قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر الصديق أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة الباب السابع والثلاثون كل معروف صدقة خمسمائة واربع واربعين عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة الباب الثامن والثلاثون التسبيح والتهليل وأعمال البر صدقة خمسمائة وخمسة واربعين عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرِ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامَ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرِ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كان له أجر الباب التاسع والثلاثون الصدقة ووجوبها على السلامة خمسمائة وستة واربعين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قال أبو توبة وربما قال يمسي الباب الأربعون في قبول الصدقة تقع في غير أهلها خمسمائة وسبعة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعفه بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعفه بها عن سرقته أخرجه البخاري 1421 الباب الحادي والأربعون في المتصدق والبخيل 548 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع أخرجه البخاري 1443 الباب الثاني والأربعون في المنفق والممسك 549 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أخرجه البخاري 1442 الباب الثالث والأربعون الخازن الأمين أحد المتصدقين 550 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أخرجه البخاري 1438 الباب الرابع والأربعون أنفقي ولا تحصي ولا توعي 551 عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك أخرجه البخاري 2590 الباب الخامس والأربعون إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 552 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا أخرجه البخاري 1425 الباب السادس والأربعون ما أنفق العبد من مال مولاه 553 عن عمير مولاء باللحم رضي الله عنهما قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لماذا ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما 554 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له أخرجه البخاري 5195 الباب السابع والأربعون التعفف والصبر 555 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر أخرجه البخاري 1469 الباب الثامن والأربعون في الكفاف والقناعة 556 عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه الباب التاسع والأربعون التعفف عن المسألة 557 عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته الباب الخمسون كراهية المسألة للناس 558 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم أخرجه البخاري 1474 559 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول أخرجه البخاري 1470 الباب الحادي والخمسون اليد العليا خير من اليد السفلى 560 عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة أخرجه البخاري 1429 561 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى أخرجه البخاري 1472 الباب الثاني والخمسون المسكين الذي لا يجد غينا ولا يسأل الناس 562 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غينا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا أخرجه البخاري 1479 الباب الثالث والخمسون ليس الغينا عن كثرة العرض 563 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغينا عن كثرة العرض ولكن الغينا غينا النفس أخرجه البخاري 6446 الباب الرابع والخمسون كراهية الحرص على الدنيا 564 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر أخرجه البخاري 6421 الباب الخامس والخمسون لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا 565 عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة الباب السادس والخمسون ما يخرج من زهرة الدنيا 566 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير ثم قال أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع أخرجه البخاري 1465 الباب السابع والخمسون إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 567 عن ابن أمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر رضي الله عنه أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن أمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه أخرجه البخاري 7163 الباب الثامن والخمسون من تحل له المسألة 568 عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا الباب التاسع والخمسون إعطاء من يسأل بغلظة خمسمية وتسعة وستين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء أخرجه البخاري ثلاثة لاف مي وتسعة واربعين خمسمية وسبعين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة أخرجه البخاري الفين وخمسمية وتسعة وتسعين انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الجزء الثالث كتاب الصيام الباب الأول فضل الصيام خمسمية وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أخرجه البخاري الف تسعمية واربعة الباب الثاني في فضل شهر رمضان خمسمية واثنين وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخرجه البخاري الف ثمانمية وتسعة وتسعين الباب الثالث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين خمسمية وثلاثة وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أخرجه البخاري الف تسعمية واربطعش الباب الرابع الصوم لرؤية الهلال خمسمية واربع وسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين أخرجه البخاري الف تسعمية وتسعة الباب الخامس الشهر تسع وعشرون خمسمية وخمسة وسبعين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما أخرجه البخاري الف تسعمية وعشرة خمسمية وستة وسبعين عن ابن أمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين أخرجه البخاري ألف تسعمية وثلاثة عشو الباب السادس إن الله مده أي مد الهلال لرؤيته خمسمية وسبع وسبعين عن أبي البختري رضي الله عنه قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة قال ترى أين الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقين ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال قلنا ليلة كذا وكذا فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه الباب السابع لكل بلد رؤيتهم خمسمائة ثمانية وسبعين عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنهما بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي الباب الثامن شهراء عيد لا ينقصان خمسمائة وتسعة وسبعين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراء ايد لا ينقصان رمضان وذو الحجة أخرجه البخاري الف تسعمائة واثناش الباب التاسع في السحور في الصوم خمسمائة وثمانين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أخرجه البخاري الف تسعمائة وثلاثة وعشرين الباب العاشر في تأخير السحور خمسمائة وثمانين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية أخرجه البخاري الف تسعمائة وعشرين الباب الحادي عشر صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم خمسمائة وثنين وثمانين عن سمرة بن جند بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معطرضا الباب الثاني عشر في قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود خمسمائة وثلاثة وثمانين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سورة البقرة الآية مية وسبعة وثمانين قال فكان الرجل إذا أراد الصوم أربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار أخرجه البخاري 1917 الباب الثالث عشر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا خمسمائة واربعة وثمانين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم المكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا أخرجه البخاري 617 الباب الرابع عشر صوم من أدركه الفجر وهو جنوب 585 عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماء غير احتلام في رمضان ثم يصوم أخرجه البخاري 1931 586 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي الباب الخامس عشر في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا 587 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخرجه البخاري 1933 الباب السادس عشر في الصائم يدعى للطعام فليقل إني صائم 588 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم الباب السابع عشر كفارة من وقع على امرأته في رمضان 589 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك أخرجه البخاري ألف وتسعمائة وستة وثلاثين خمسمائة وتسعين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلسا فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أخرجه البخاري ستة لاف ثمانمية واثنين وعشرين الباب الثامن عشر في القبلة للصائم خمسمائة واتسعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه أخرجه البخاري الف وتسعمائة وسبعة وعشرين الباب التاسع عشر إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم خمسمائة واثنين وتسعين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم أخرجه البخاري الف وتسعمائة واربعين الباب العشرون في تعجيل الفطر خمسمائة وثلاثة وتسعين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر أخرجه البخاري الف وتسعمائة وسبع وخمسين خمسمائة واربع وتسعين عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال قلنا عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الباب الحادي والعشرون النهي عن الوصال في الصوم خمسمائة وخمسة وتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا أخرجه البقاري الفتسعمائة وخمسة وستين الباب الثاني والعشرون الصوم والفطر في سفر خمسمائة وستة وتسعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر أخرجه البقاري الفتسعمائة وثمانية واربعين خمسمائة وسبعة وتسعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات أولئك العصات الباب الثالث والعشرون ليس من البر الصيام في السفر خمسمائة وتسعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوم في السفر أخرجه البخاري الفتسعمائة وستة واربعين الباب الرابع والعشرون ترك العيب على الصائم والمفطر خمسمائة وتسعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الباب الخامس والعشرون أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ستمية عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أخرجه البخاري 2890 الباب السادس والعشرون الفطر للقوة للقاء العدو ستمية واحد عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخرا فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر الباب السابع والعشرون التخيير في الصوم والفطر في السفر ستمية وثنين عن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ستمية وثلاثة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة أخرجه البخاري الف وتسعمية وخمسة واربعين الباب الثامن والعشرون قضاء رمضان في شعبان ستمية واربعة عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري الف وتسعمية وخمسين الباب التاسع والعشرون قضاء الصيام عن الميت ستمية وخمسة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه البخاري الف وتسعمية واثنين وخمسين ستمية وستة عن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم رأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجركي وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها الباب الثلاثون في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ستمية وسبعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سورة البقرة الآية مئة أربعة وثمانين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها أخرجه البقاري أربعة آلاف وخمسمية وسبعة الباب الحادي والثلاثون الصوم والفطر في الشهور ستمية وثمانية عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنهما قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم أخرجه البقاري 1969 الباب الثاني والثلاثون فضل الصوم في سبيل الله 609 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أخرجه البقاري 2840 الباب الثالث والثلاثون فضل صيام المحرم 610 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الباب الرابع والثلاثون صيام يوم عاشراء 611 عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره أخرجه البخاري 1893 الباب الخامس والثلاثون أي يوم يصوم في عاشراء 612 عن الحكم عن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم الباب السادس والثلاثون فضل صيام يوم عاشراء 613 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أخرجه البخاري ألفين واربعة ستمية واربطعش عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان أخرجه البخاري ألفين وستة الباب السابع والثلاثون من أكل يوم عاشراء فليكف بقية يومه ستمية وخمستعاش عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عاشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطيرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار أخرجه البخاري الف وتسعمائة وستين انتهى الشريط التاسع من فضلك انتقل إلى الشريط العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر الوجه الأول يبدأ حالا تابع لكتاب الصوم من مختصر صحيح مسلم الباب الثامن والثلاثون صيام شعبان 616 عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا أخرجه البخاري 1969 الباب التاسع والثلاثون في صوم سرر شعبان 617 عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومين أخرجه البخاري 1983 الباب الأربعون إتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال 618 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر الباب الحادي والأربعون ترك صيام أيام عشر ذي الحجة 619 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط الباب الثاني والأربعون صوم يوم عرفة 620 عن أبي قتادة رضي الله عنه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى أمر غضبه قال أرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل أمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال أمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الباب الثالث والأربعون ترك صوم يوم عرفة بعرفة للحاج ستمية وحد وعشرين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بئيره بعرفة فشربه أخرجه البخاري ألف ستمية وحد وستين الباب الرابع والأربعون النهي عن صيام يوم الأضحى والفطر ستمية وثنين وعشرين عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يوماني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نفسككم أخرجه البخاري ألف تسعمية وتسعين الباب الخامس والأربعون كراهية صيام أيام التشريق ستمية وثلاثة وعشرين عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله الباب السادس والأربعون صيام يوم الاثنين ستمية واربع وعشرين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي الباب السابع والأربعون كراهية صيام يوم الجمعة مفردا ستمية وخمس وعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده أخرجه البخاري 1985 626 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم الباب الثامن والأربعون صوم ثلاثة أيام من كل شهر 627 عن معاذة العدوية أنها قالت سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم الباب التاسع والأربعون كراهية سرد الصيام 628 عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد أخرجه البخاري 1977 الباب الخمسون أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وإفطار يوم 629 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما أخرجه البخاري 1131 الباب الحادي والخمسون من يصبح صائما متطوعا ثم يفطر 630 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل كتاب الاعتكاف الباب الأول متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه 631 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظرا فإذا الأخبية فقال البر يردنا فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال أخرجه البخاري الفين وثلاث وثلاثين الباب الثاني اعتكاف العشر الأول والعشر الأوسط ستمية وثلاثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر أخرجه البخاري 2018 الباب الثالث اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 633 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجه البخاري 2026 الباب الرابع الاجتهاد في العشر الأواخر 634 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المعزر أخرجه البخاري 2024 الباب الخامس في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان 635 عن ابن أمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجزا فلا يغلبن على السبع البواقي أخرجه البخاري 2015 الباب السادس ليلة القدر ليلة 21 قد تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك رقم 632 الباب السابع ليلة القدر ليلة 623 636 636 عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء وطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين الباب الثامن التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة 637 عن بسعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له قال فلما انقضينا أمر بالبناء فقوضا ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة أخرجه البخاري 2016 الباب التاسع ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ستمائة ثمانية وثلاثين عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها كتاب الحج الباب الأول فرض الحج مرة في العمر ستمية وتسعة وثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأت منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه البخاري سبعة الاف ميتين وثماني وثمانين الباب الثاني ثواب الحج والعمرة ستمائة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخرجه البخاري الف سبعمائة وثلاثة وسبعين ستمائة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه أخرجه البخاري الف ثمانمية وتسطعش الباب الثالث في يوم الحج الأكبر ستمائة واثنين واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداء في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ثلاثمية وتسعة وستين الباب الرابع فضل يوم عرفة ستمائة وثلاثة واربعين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء الباب الخامس ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ستمائة واربعين عن علي الأزدي رضي الله عنه أن ابن أمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون الباب السادس سفر المرأة إلى الحج معذي محرم ستمئة وخمسة واربعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصائدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها أخرجه البخاري 1864 ستمئة وستة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا معذي محرم أخرجه البخاري 1888 647 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك أخرجه البخاري 3006 الباب السابع حج الصبي وأجر من حج به 648 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليهم رأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر الباب الثامن الحج عن من لا يستطيع الركوب 649 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم رأة من خثعمة استفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الودع أخرجه البخاري 1513 الباب التاسع في الحائض والنفساء إذا أرادتها الإحرام 650 عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماق بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل الباب العاشر في المواقيت في الحج والعمرة 651 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة دا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أخرجه البخاري 1524 652 عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم الباب الحادي عشر الطيب للمحرم قبل أن يحرم 653 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت أخرجه البخاري 1539 654 عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخرجه البخاري 271 الباب الثاني عشر المسك أطيب الطيب 655 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب انتهى الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا الباب الثالث عشر الألوة والكافور 656 عن نافع قال كان ابن أمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الرابع عشر في الريحان 657 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح الباب الخامس عشر الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 658 عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة أخرجه البخاري 1541 الباب السابس عشر الإهلال حين تنبئث الراحلة 659 عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبئث به راحلته أخرجه البخاري 166 الباب السابع عشر في الإهلال بالحج من مكة 660 عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمره حتى إذا كنا بسرفة عركت عائشة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفى والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفى والمروة ثم قال قد حللت من حجك وأمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة أخرجه البخاري 1785 الباب الثامن عشر التلبية 661 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل أخرجه البخاري 1549 الباب التاسع عشر في التلبية بالعمرة والحج 662 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك أمرة وحجا لبيك أمرة وحجا أخرجه البخاري 4353 4354 663 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما الباب العشرون في إفراد الحج 664 عن ابن أمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردة أخرجه البخاري 4353 4354 665 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج الباب الحادي والعشرون القران بين الحج والعمرة 666 عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن أمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن أمر فقال أنسا ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا الباب الثاني والعشرون في متعة الحج 667 عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء أخرجه البخاري 4518 668 عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه 669 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قادمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة أخرجه البخاري 1568 الباب الثالث والعشرون من أحرم بالحج ومعه الهدي 670 عن موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيتوه فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهل بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفى والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا أخرجه البخاري 1568 الباب الرابع والعشرون نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 671 عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفى والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفت الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتأد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله سورة البقرة الآية 196 وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي أخرجه البخاري 1724 672 عن أبي غر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الباب الخامس والعشرون الهدي في القران بين الحج والعمرة 673 عن نافع أن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفى والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزء عنه وأهدى أخرجه البخاري 1639 الباب السادس والعشرون الهدي في المتعة 674 عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفى وبالمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفى فطاف بالصفى والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس أخرجه البخاري 1691 الباب السابع والعشرون في إرداف الحج على العمرة 675 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث مأي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها أخرجه البخاري 319 الباب الثامن والعشرون الاشتراط في الحج والعمرة 676 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت الباب التاسع والعشرون من أحرم وعليه جبة وأثر الخلوق 677 عن يعلى بن منية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك أخرجه البخاري 1536 الباب الثلاثون ما يجتنب المحرم من اللباس 678 عن ابن أمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس أخرجه البخاري 1542 679 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاني لمن لم يجد النعلين يعني المحرم أخرجه البخاري 1841 الباب الحادي والثلاثون في الصيد للمحرم 680 عن الصعب بن جثامة الليثي أرضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أخرجه البخاري 1825 681 عن طاوصة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم الباب الثاني والثلاثون في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال 682 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها أخرجه البخاري 1824 الباب الثالث والثلاثون ما يقتل المحرم من الدواب 683 عن عائشة رضي الله عنها معن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفقرة والكلب العقور والحدي أخرجه البخاري 1829 684 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفقرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور أخرجه البخاري 1828 الباب الرابع والثلاثون الحجامة للمحرم 685 عن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه أخرجه البخاري 5698 الباب الخامس والثلاثون مداوات المحرم عينيه 686 عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبانا بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبانا بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمضهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر الباب السادس والثلاثون غسل المحرم رأسه 687 عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل به ما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل أخرجه البخاري 1840 انتهى الشريط العاشر من فضلك انتقل إلى الشريط الحادي عشر ترجمة نانسي